إن لو الإيميل ده بتاعنا بنسيب المزامنا طيب الإيميل ده ما كانش بتاعنا والإيميل ده حد اللي كان عامله لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحلى أخوات في العالم شرح سريع كده معنا هو طريق التفعيل أو تعطيل مزامنة صور حضرتك على حسابك في جوجل طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك أول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب أكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا نشوف الطريقة خطوة بخطوة طيب كلنا عارفين تطبيق الصور ده هنبتدي نفتح تطبيق الصور بالشكل ده وهنضغط على صورة الحساب وبعد ما هنضغط على صورة الحساب هلاقي حاجة اسمها اعدادات الصور بالشكل ده هنضغط على أول اختيار اللي هو اسمه الاحتفاظ بنسخة احتياطية بضغط عليها بلاي الاختيار ده متفاعل معايا طيب ليه أنا عملت الفيديو ده رقم واحد لو الايميل ده كان حد عامله لك يعني كان حد عامل لحضرتك الايميل ده هو اللي نشأه لك وهو اللي ده لك الرقم السري فحضرتك في مشكلة كبيرة ليه لان كل صورة حضرتك بتعملها بتتاخد نسخة احتياطية ولو هو فاتح الايميل اللي هو في الاصل هو اللي عامله فبيشوف صور حضرتك وبكل سهولة طيب تقدر حضرتك تطفيه او تطفي النسخة الاحتياطية من الزرار ده وبمجرد ان حضرتك بتطفي الاختيار ده مش هيكون في مزامنة صور على الايميل طيب لو حضرتك اللي عارف الايميل وعارف الرقم السري وحضرتك اللي عاملهم بتسيب المزامنة شغالة بالشكل ده ده سبب الفيديو الاول والاخير يبقى احنا عارفنا في الشرح ان لو الايميل ده بتاعنا بنسيب المزامنة طيب الايميل ده ما كانش بتاعنا والايميل ده حد اللي كان عامله لي فاذا انا كده في مشكلة كبيرة بطفي الاختيار وبروح اعمل ايميل جديد بنفسي وبربط الايميل ده الجديد وبحزف القديم ده وبكده يكون انتهى شرح اليوم اتمنى ان انا اكون قفت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته